على الجميع أن ينتبه نغبة حاكمة ونغبة معارضة كل الأطراف عليها تاخد بالها أن البلد على ودشك الانفجار مش من القوة المحافظة مش من القوة اللي بتتعشى في ناس في البلد دي حارك قلت الكلام ده في أربع وخمس مناسات وبقولهم تاني كويس لعل الناس تفيق السؤال بقى حارك برضو قلت أنه أنت أهم حاجة بالنسبالك تخرج الناس إزاي تنتخب فريد زهران هيخرج الناس اللي ما تعرفوش إزاي تنتخب هل هتخرج برسائل السياسي صاحب الخبرة ولا إيه اللي هيجذبها عشان تخرج إيه اللي هيجذبها عشان تختارك أنا باعتبر أن أنا اللي بقدمه من حلول اقتصادية وسياسية واجتماعية ممكن يخرج الناس الفترة القصيرة المجازة المتاحة عشان أوصل صوتي للناس ممكن أقدر أوصل صوتي للناس العائق الوحيد اللي أنا شايفه وبأشير إليه تاني وثالث ورابع هو أن الناس ما تخافش من التغيير بالعكس الناس تخاف من استمرار وضع طب هي في اللحظة اللي هي موجودة فيها في اللحظة الرهنة الناس خايفة من التغيير في اللحظة الرهنة لا ده مش بس خايفة من التغيير ممكن تبقى خايفة من التغيير من 4-5 أسابيع أكتر تمام لكن هي في اللحظة اللي هي موجودة النهاردة بقيت خايفة أكتر مع التعديد الإقليمي أنا عايز أرد بقى أنا يا عم عايز حد أنتوا بقى أهل السياسة المصري حيقول أنا عايز ضابط حيقول أنا عايز حد من لقاته مسلحة أهل السياسة هيقوله إيه؟ هيقوله إحنا عايزين حد من جوة المؤسسة المصرية حد ضامن إن أنا في اللحظة لا مهدد فيها هيحميه تمام عايز أرد على ده كويس ده سؤال مهم أنا مش مرشح نفسي وزير الدفاع أنا مرشح نفسي وزير الدفاع رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية لا يشترك فيه إنه هو يكون شخص عسكري ورئيس السيسي الآن مش موجود على رأس الدولة بصمتية وزير الدفاع ده بصمتية رئيس الجمهورية ولي بيدير شؤون البلاد سواء في وقت الحرب أو وقت السلم هو رئيس الجمهورية وبالتالي الفكرة القائلة بإنه بالضرورة في أوقات الخطر الفكرة القائلة بإنه بالضرورة في أوقات الخطر يبقى الرئيس الجمهورية من أصول قوات مسلحة فكرة مش صحيحة ومش حاجة دارجة ولا حاجة يعني العالم كله ما شفش ده وعي عام بس الرأي عام نحاول نوصل للناس وإن أنا بعتبر وجود الجيش هو الذي يحمل وطن والجيش هيحمل وطن سواء كرئيس الجمهورية أو فتاح السيسي أو أي رئيس جمهورية أخر والجيش المصري مش بس بيحمل وطن إذن المخاطر الخارجية الجيش المصري ده اللي حمل وطن في 25 يناير من انقسام ومن الانهيار لما طلع اللي هو الفنجري وقدر تحقيق العسكرية الأرواح الشهداء والإحنا مرحزين المتظاهرين في مطالبهم العدلة والمشروعة والجيش المصري هو اللي حمى مزارات 30 ستة الجيش المصري لا يمكن استخدامه يعني لا ينبغي لأحد أن يتصور أن الجيش المصري هيستخدم في معادلة خلافية سياسية داخلية الجيش المصري هيحمل بلد دي وأخبرك أيا كان من رئيس الجمهورية والجيش المصري هيحترم إرادة الناس لو جابت فريد زرار رئيس الجمهورية أو جابت أين رئيس جمهورية أخ وبالتالي أنا إيدي مهم أول أن أركز على ذلك أنا إيدي أنا مش بره الدولة برضو التعبيرات بتاعت إيه حد من الدولة حد من الدولة من المؤسس أنا رئيس حزب وأنا شخص مسؤول وخبرك زي كل الناس اللي معايا في الحامل الانتخابية بتاعت إحنا عشخاص مسؤولة وحركزت على فكرة أنت راجل مش بتاع أفكار متطرفة